بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمد يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ويدافع عنا بلاءك ونقمك يا ربنا أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات يا ربنا إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز ويا غفار اللهم ادخلنا الجنة بسلام مع عبادك الصالحين الأبرار إنك ولي ذلك والقادر عليه الأمر أمرك والحكم حكمك والمشيئة مشيئتك لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة وأن يحفظنا وإياكم من جميع الذنوب والخطايا والآثام أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى عباده بعين اللطف وعين العناية وعين الرضا إنه أهل لذلك هو أهل التقوى وأهل المغفرة الكون كونه والعباد عباده والخلق خلقه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يقول رب العزة لسيدنا إبراهيم يا إبراهيم انظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض واتساعها وإلى البحار وأمواجها وإلى الأفلاك ومدارها وإلى الشمس وشعاعها وإلى كل ظاهر وكامل ومتحرك وساكن الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويلهج بذكري ولا يغفل عن شكري أيها الإخوة المؤمنون الصائمون المشاهدون إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فرب أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا وإن لله تعالى في مخلوقاته خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص من كرم الله سبحانه وتعالى على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أخفى ليلة القدر كما أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه وكما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة وكما أخفى عباده الصالحين بين عباده وكما أخفى أجل الإنسان أجل الإنسان فرب العزة جل وعلا علم نبيه صلى الله عليه وسلم أين تكون ليلة القدر في أي ليلة وخرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ليخبرهم في أي ليلة هي يقول عليه الصلاة والسلام فوجدت رجلين متشاكسين متخاصمين فأنسيتها يعني لما أصلح صلى الله عليه وسلم بين الرجلين نسي ليلة القدر ولكن التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وفي رواية التمسوها في أوتار العشر الأواخر من رمضان ليلة واحد وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وتسع وعشرين والقول الراجح عند أصحاب رسول الله أنها ليلة سبع وعشرين ليلة سبع وعشرين كأنها مجمع عليها واسمعوا إلى الحديث رجل سمع من سيدنا ابن مسعود يقول من قام العشر الأواخر من رمضان حظي ببركة ليلة القدر فذهب هذا الرجل إلى أبي بن كعب سيدنا أبي وأخبره بقول ابن مسعود فقال أبي غفر الله لأخي أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود والله إني أعلم أي ليلة هي إنها الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها إنها ليلة سبع وعشرين وأمارتها يعني علامتها أن تشرق الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاء لها وعبد الله بن عباس استنبط وهو حبر الأمة أنها ليلة سبع وعشرين لقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر رب العزة كررها ثلاث مرات وليلة القدر مكونة من تسعة أحرف مضلوبة بثلاثة يطلع سبع وعشرين ابن عباس استنبط هذا الشيء وهناك قول آخر أن سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر مكونة من ثلاثين كلمة سلام هي فكلمة هي رقمها سبع وعشرون يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله واسمعوا إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية وما تأخر أكثر من الدعاء أكثر من قراءة القرآن أكثر من قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا فأم المؤمنين عائشة تسأل سيدنا النبي إن أنا حضيت بليلة القدر فبأي دعاء ندعو قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني لا توجد هنا للا توجد هنا لك نعمة أعظم من نعمة العافية الله تعالى يعافيك في بدنك يعافيك في أهلك يعافيك في مالك يعافيك في كل شيء يهمك فإذن ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدهين القرآن والصيام يشفعان للعبد في القبر وفي يوم القيامة يقف القرآن عند رجلي الإنسان ويقف الصيام عند رأسه فيأتي الملكان فيقول القرآن إني منعته النوم بالليل اللهم شفعني فيه ويقول الصيام إني منعته الطعام والشراب اللهم شفعني فيه إذن هذه مواسم الخير هذه مواسم الطاعة هذا يوم التحلي وهذا يوم التخلي وهذا يوم التجلي وهذا يوم الوصل نسيم الوصل هب على الندامة فأطربهم وما شربهم مدامة ومالت منهم الأعناق ميلا لأن قلوبهم ملئت غرامة وناداهم عبادي لا تناموا ينال الوسط من هجر المنامة ينال الوسط من سهر الليالي على الأقدام واستحلى القيامة وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة سوى نظر الجليل فذا مناهم وهم أولى بما فعلوا مقامة في ليلة القتر وقفت السيدة رابع العدوية نعم ونادت الباري عز وجل وقالت يا حبيب القلوب أنت الحبيب أنت أنسي وأنت مني قريب طلعت شمس من أحب بليل فاستنارت وما تلاها غروب إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغيب وإذا ما الليل أسفل سطرا فإلى ربها تحن القلوب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أن يكتب أسماءنا في سجل العتقاء من النار اللهم يا ربنا أرزقنا بركة ليلة القدر ارحم اللهم موتانا احفظ اللهم عراقنا اللهم احفظ العراق سوره بسورك ونوره بنورك اللهم من أراد به سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدميره تدميره يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسليما كثيرا